بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم نواصل شرح العبادات الموضوع الثالث من المحور الأول الدرس الثالث هو أدعية الاستفتاح أدعية الاستفتاح التي نستفتح بها الصلاة وكذلك أدعية التشهد ومعنىها أدعية الاستفتاح والتشهد وكذلك المعنى أولا أدعية طبعا هي جمع والدعاء هو المفرد كلمة الدعاء معنىها هي عبادة وطلب الدعاء هو عبادة وطلب فيه طلب من الله عز وجل والمؤمن يتوجه إلى الله في كل ما يحتاج إليه أي شيء ترجوه تتوجه به إلى الله وتطلبه من الله فالله تعالى أخبرنا بأنه يسمع دعاءنا ويجيبنا يستجيب لنا يستجيب لدعائنا حين ندعوه سبحانه وتعالى فيحقق ما فيه صالحنا إلا أنت تدعو والله عز وجل يحقق لك الشيء الذي يصلحك ما فيه الفائدة لك قال تعالى وقال ربكم دعوني بهذا أمر أستجب لكم وهذا هو الوعد من الله كما أن الدعاء يمكن أن يكون في أي وقت إلا الدعاء ليس في وقت محدد ولكن في أي وقت وبأي صيغة ليس من الضروري أن تحفظ صيغة معينة للدعاء ولكن أدعو بما تريد وكما تحب إما ليس له صيغة محددة لكن هناك أوقاتا وأحوالا وصيغا للدعاء فضلها وعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هناك أدعية كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي أفضل الأدعية لماذا؟ لأنها أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم طيب دعاء الاستفتاح من المواطن التي يحب صلى الله عليه وسلم أن يدعو فيها من المواطن أو الأماكن يعني بداية الصلاة طيب متى تحديدا بين تكبيرة الإحرام وقبل قراءة سورة الفاتحة تقول الله أكبر وقبل ما تقرى سورة الفاتحة إذا مش هتقول الله أكبر وتدخل على طول في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم تقول الله أكبر وبعدين تقول دعاء الاستفتاح الأول قبل أن تقرأ سورة الفاتح سمي هذا الدعاء دعاء الاستفتاح طبعاً لأدي كلمة الاستفتاح معناها لابتداء فنحن ندعو به في بداية الصلاة نستفتح به الصلاة نبدأ به الصلاة جاء فيه عدد من الصيغ دي أكتر من صيغة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حليفاً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومباتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين طبعاً دعاء من الأدعية لكن هناك دعاء ثاني للاستفتاح وهناك دعاء ثالث طيب ففي هذا الدعاء يعلمنا صلى الله عليه وسلم آدابة الدخول في الصلاة في هذا الدعاء توجيه القلب إلى الله سبحانه وتعالى فتدخل النفس على الصلاة طائعة راضية بهذه العبادة إما هذا هو دعاء الاستفتاح وهذا أحد الأدعية ولكن هناك صيغ أخرى ارجع إليها ويمكن أن نكتبها في التعليقات طيب صيغ التشهد ما هي أدعية التشهد وصيغة التشهد هناك مواطن أخرى من الصلاة نقر فيها بتوحيدنا لله عز وجل نعترف بها بتوحيد الله وأيضاً بإيماننا برسوله صلى الله عليه وسلم كما هو واجب في التشهد الأخير تكلمنا قبل ذلك عن أركان وقلنا أن هذا التشهد الأخير هو واجب ولكنه مستحب في التشهد الأوسط يبرك أنه التشهد الأخير إنما الاستحباب والسنة في التشهد الأوسط نقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عمال الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد العبده ورسوله يبا ذا هذه الصيغة التشهد صيغة التحيات طيب هل هذا فقط؟ لا يمكن أن تزيد على هذا القدر في التشهد الأخير بهذا يقال في التشهد الأوسط وأيضا يقال في بداية التشهد الأخير ولكن في التشهد الأخير فقط يمكن أن نزيد هذا الجزء وهو جزء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نقول ليصيغة الصلاة الإبراهيمية اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيد مجيد اللهم مارك على محمد وعلى آل محمد كما مارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيد مجيد وأيضا له أكثر من صيغة يعني في بعض الروايات وبعض الصيغة لم يرد هذا الجدد في الوسط ولكن ورد في النهاية فقط ولكن يعني هناك أكثر من الرواية كلها صحيح ملحوظة من الأدم أن نضيف كلمة سيدنا قبل محمد صلى الله عليه وسلم وقبل إبراهيم عليه السلام يعني يمكن أن تقول أو لا يمكن تقول اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا يبقى إذن تضيف كلمة سيدنا ولكن إذا قلت هكذا فهو وارد أيضا تابع معي الدرس التالي الرابع وهو صلاة الجمعة وصلاة العيدين وفي النهاية شكرا لك على حسن الاستماع ولا تنسى الإعجاب والاشتراك ومشاركة للفيديو وكذلك التعليق شكرا والسلام عليكم ورحمة الله